اشتركوا في القناة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعده أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم إخوة في دين الله وأن هذه الأخوة أقوى من كل رابطة وصلة فيوم القيامة لا أنصاب بينكم ولكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض أدوه إلا المتقين قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض أدوه إلا المتقين فنموا أيها المسلمون هذه الأخوة وقووا تلك الرابطة بفئل الأسباب التي شرعها الله لكم ورسوله اغرسوا في قلوبكم المودة والمحبة للمؤمنين فعوفق أورى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ومن أحب في الله وأبغب في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك أيها المسلمون إن الأمة لا تكون أمة واحدة ولا يحسن لها قوة ولا عز حتى ترتبط بالروابط الدينية حتى تكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه إباد الله الكرام لقد أسست الشريعة أسس تلك الروابط والأواصر فشرع الله ورسوله للأمة ما يؤلف بينها ويقوي وحدتها ويحفظ كرامتها وعزتها ويجلب المودة والمحبة والألفة المحبة شرع للأمة أن يصلم بعضهم على بعض إن ملاقاته فالسلام يغرس المحبة ويقوي الإيمان ويدخل الجنة قال صلى الله عليه وسلم والله لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهابرتم أبشوا السلام بينكم وخير الناس من بداهم بالسلام فإذا لقي أهدكم أخاكم المسلم فليقول السلام عليكم وليرد عليه أخوه بجواب يسمعه فيقول وعليكم السلام ولا يكفي أن يقول أهلا وسهلا حتى يقول وعليكم السلام أيها الإخوة الكرام ولا يهل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم لأن ذلك يوجب الكراهة والبغضاء والتفرق إلا أن يكون محاجرا بمعصية ويكون في هجره فائدة تردعه عن المعصية فالهجر بمنزلة الدواء إن كان نافعا بإزالة المعصية أو تخفيفها كان مطلوبا وإلا فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق فلاس فمن هجر فوق فلاس فما تدخل النار وقال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله في كل خميس واصنين فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئا كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هازين حتى يسطلها وفي رواية انتظروا هازين حتى يسطلها وشرع للأمة أن يعود بعضهم بعدا إذا مرد فإيادة المرضى تجلب المودة وترقق القلب وتزيد في الإيمان والثواب فمن آد مريدا ناداه مناد من السماء قبت وطاب من شاك ومن آد أخاه المسلم لم يذل في جن الجنة حتى يرجع إباد الله الكرام وقد أمر الإسلام بالإصلاح بين الناس قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا أظيما وفي الهديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعديل بين سنين صدقة إن الإصلاح بين الناس رعب للصدع ولم للشعف وإصلاح للمجتمع كله وفواب أظيم لمن ابتغى به وجه الله قال تعالى فاتقوا الله وأصله ذات بينكم وعطيء الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائل المسلمين والمؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبؤوث رحمة للعالمين وعلى آله وصهده ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إباد الله اتقوا الله تعالى وتذكروا قوله لقد كان لكم في رسول الله أصوة حصل لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد نهان الرسول صلى الله عليه وسلم أن التشبه بالخفار أو مشاركتهم في أعيادهم في غير ما حديث منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال أيضا المرء مع من أحب يوم القيامة وما من خير إلا وقد دل أمته عليه وما من شر إلا وقد حذر أمته منه إباد الله الكرام هناك ما أحدثته القفار من الاحتفال بعيد الهد الذي يسمونه بسانت بالنتاين وكثيرا من المسلمين اليوم وخاصة الشباب يشاركون في الاحتفال بهذا العيد اعلموا أيها المؤمنون إن الاحتفال بعيد الحب من البدع المحرمة إذ لا أصل له في الشريعة الإسلامية ويترتب عليه العديد من المفاسد والمحذورات كالتبرج والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء والألاقات الغير الشرعية إن المعتبر في دين الإسلام إيدان فقط هما إيد الفطر وإيد الأدحى وما سوى ذلك من الأعياد فهي مبتدعة لا أسنلها سواء ارتبطت بشخص أم حدثا أم مجموعة من الناس قال ابن أسيم رحمه الله إن الاحتفال بهذا اليوم محرم لعدة أسباب فهو يدعو إلى الإنشغال واللهو بأمور مخالفة لحده الصلف الصالح كما يدعو إلى الحب والغرام المحرم فلا يجوز إظهار الفرح فيه بتبادل الحدايا أو نبس اللباس المؤين أو تقديم الطعام فيه فواجب على الأولياء والآباء والأمهات أن يحذروا أبناءهم وبناتهم عن الاحتفال بهذا العيد المحرم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فكلكم رائن وكلكم مصئول الرئيته وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعروا اللهم اثقنا إلى ما تحب وتردى وجعلنا ممن يستمعون الكول فيتبعون أحسن دخل مرحب كولكنا Imran وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر